اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفس البيت الأول أفضل هذا أول حاجة الحاجة الثانية برضو في الميزيك أنا ما عندي ميزيك أنا ما استخدم أبلو ميزيك لكن أبلو ميزيك تحت الألبوم شقّلتها أو أنت مشقّل موسيقى وقعد تصفح لغاني ثانية تسوي سلايد قدر تخليها مدلاً أو play next فخلاص هذا اللي سويت لها سلايد راح تشتغل بعض الأغنية لنت مشقّلها أو باليمين برضو في خيارات ثانية وبرضو في الخيارات لكن في الميزيك تضغط الخيارات خيار الخيارات تصر غير أو الثيم يعني حقّها صر غير فهذا كل شيء في الميزيك وبرضو الشرط كت أو الاختصارات إذا عندك مرنامج اختصارات فالآن تستطيع تسوي سكرين شوت لحق الاختصارات لو أنك تسوي اختصارات من نفسك فالآن لو تكتب مثل ما نشوف هنا خيار لتغط الشاشة فصار فيه هنا ثيم خاص فيه بعض الأشخاص تسوي لهم حركات مثل ما نشوف هذا الشخص سوى اختصار إذا التغط الشاشة يجل الخيارات كذا وسوى الخيار اللي يبي بسرعة فهذا حركة من حركات التغط الشاشة إذا كان عندك اختصارات تسوي أو شيء فأبل أضفت شيء جديد في التغط الشاشة برضو برضو في ميزة وهي الإيموجي فالآن أبل نزلت أكثر من 117 إيموجي جديد هل أقدر أوركميهم كلهم؟ لا للأسف كثير فلو نكتب بعض الأيقونات أو بعض الشامة للقلوب نزلوا القلب في نار لا أدري ليش لكن ندوره هنا مثل ما نشوف هذا القلب في نار نحط لك إياه نشوف بعضهم بعض الصور مثل ما نشوف هذه بعض الأيقونات الجديدة طبعا إذا كان عندك la EOS 14.5 راح تنزلك الإيموجي هذه تلقائي مثل هذا بعض الإيموجي هنا مثل ما نشوف هنا إيقونا الحق الهيدفون تحولت لحق AirBots Max مثل ما نشوف فالييموجي هذه راح تتحول عندك تلقائي من الإيموجي العادية الهيدفون إلى الهيدفون حق AirBots Max فهذه بعض الإيموجي مش كلهم هم الكل 217 إيموجي راح يكون عندك جديد ما دري ليش أبل شدين حينهم في الإيموجي أنا بالنسبة لي خلاص ملينا كثير مرة المهم هذه بعض الميزات وهذه بعض الإيموجي اللي نزلت جديدة لو نتكلم عن الماكسيف الماكسيف للأسف إلى الآن إذا تستخدم الماكسيف لحق الشحن ما يطلع لك ثيم الحركة الغديمة اللي موجودة في الماكسيف إلى الآن يشحن لك كأنه شحن عادي فأتمنى أبلو تعدلها فنشوف على البيتة الثالث إن شاء الله برضو خيار حلو الآن إذا كان عندك أكسسوري لحق الماكسيف أو أي حركة تسويها نعرف الماكسيف أولو ما تحط الجهاز عندك أو أي قطع عندك فيها ماكسيف فراح يطلع لك حركة أو احتزاز في نفس القطعها عندك ويطلع لك صوت برضو الآن في البيتة الثانية حتى نتفصلها يطلع لك الحركة احتزاز عندك في الجهاز إذا كان عندك شاحن أو الوالت بحلو في الوالت يعني مش في الكيس هذا لكن الوالت عندك أو البوك أبل بوك أبل أوكي إذا ركبتها كذا عندك وشلتها فيه احتزاز برضو حتى وأنك تشيلها فهذه حركة حلوة برضو موجودة في البيتة الثانية اللي يوسف 14.5 ولو نروح حق الواتش إذا كان عندك أبل واتش فلو نفتح برامج الواتش من هنا نخش في العيدات طبعا بعد ما تحدث نروح حق الأكسيسابوليتي ماذا ما نشوف هنا هنا الهيدفون نتوفيكيشن طبعا مكتوبة بالإنجليزي هذا يحط الجهاز العربي فنتقدر تطفي وتشغلها هنا لحق الهيدفون نتوفيكيشن إذا كنت لابس سماعة فتوقف الهيدفون فكيف يكتبني هنا لأنك عندك أبل واتش طبعا وبرضو ما نتكلم عن أبل واتش والكل يعرف أن في الـ iOS 14.5 قبل الآن خلتك إذا كنت لابس الساعة حقتك كنت تقدر تفتحها ونتلابس ماسك برضو الآن الكلام بس اختلف فبثين يعني وحطوا لك أيقونة في الساعة ما ندري هل إحتاج نسويها نسويها معاكم هنا خلنا نلبس الماسك هو الحاجة طيب نلبسنا الماسك نسكرنا الجهاز الجهاز طاله فينا مثل ما نشوف نرفع فتحنا ننشوف هنا لو نسوي سكرين شوت لهكذا على شأن نشوف هذا الجوال أفضل مثل ما نشوف هذا الإشعار الجديد يجريك في الساعة وجيك أيقونة هنا مثل ما نشوف هيقونة الجوال طبعا هذا السكرين شوت من الساعة نفسها وليه يجب أن يشتوي سكرين شوت على الساعة أشخاص يتكلمون تضغط الزر من هذه إذا لم يشغل عندك وعندك الساعة لازم تفتح برنامج الواتش في الجوال الآيفون وتشغل هذا الخيار في العجلات برضو خيار حلو جديد موجود في آيباد طبعا كل الميزات اللي تكلمت لكم عنها هنا موجودة في الآيفون نفسها برضو الخيار اللي موجود في الآيفون إذا كان عندك الفوليو كيس أو الكيس لحق الآيفون لحق الآيفون 8 جنرائشن الآيفون 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 11 انش 2 جنرائشن الآيفون 2.9 4 جنرائشن إذا كان عندك الكيس نفسه حق أبل في الآيفون إذا سكرته المايك ما رح يشتغل تلقائي رح يتكنسل فما تقدر مثلا نتسجل صوت في برنامج تسجل الصوت وتسكر الآيفاد رح يوقف المايك فحلو حق الخصية الآيفاد حقي خلاص دائما أنك مسكر الآيفاد بالسمارت فوليو ما رح يشتغل المايك نفسه هذه حركة حلوة لو بنتكلم لكم عن أشياء داخل الجهاز أشياء قبل سوتها وأتوقع أنها جالسة تجرب أشياء جديدة بكبداية في هذا الكود موجود في داخل نظام الآيفون ما يعني من كل السؤال في ذي تكلمون بحق الباتري وما تشارج ونوقف على 80% ولكن هنا يتكلمون عن شي جديد باتري باك مثل ما نشوف أنه بيخلي الآيفون مشحون حوال الثمانية في المية بخذف الأكوات موجود في iOS 14.5 في البيت الثاني داخل الآيفون شنه الباتري باك ما حد يعرف هل توقعوا أن أبل ما تنزل سمارت باتري كيس راح تنزل قطعات شحن صغيرة وتترسق على الجهاز من الخلف وتشحن نفس التسريبات هذه هذه يعتبر باتري باك من المنشوف فتكون كذا يعني هذا اللي راح تنزل أبل هذا اللي قاعد تتكلم عنها أبل في الأكواد ممكن لاني توقع أنه راح نشوف هذه كيس تشتريها وتشحن باتري باك في مارتش فننتظر نشوف هذه بعض التسريبات وبعض الأشياء الأكواد موجودة في نفس النظام طيب لو نتكلم لكم عن الأشياء اللي كل يتكلمون عنها ويبونها اللي هو النظام وكيف سرعته وكل شي هذا البيت الأول النسخة الثانية هذا البيت الأول النسخة الثانية هذا البيت الثاني اللي نزل اليوم فهذا أول ما سويت نزل 61 كان الأول 63 هنا 61 سويت برضو مرة ثانية 62 برضو 64 طبعا من المتشوف الوقت يختلف في الأوقات اللي سويت فهنا آخر واحد 4 وربع بينهم بين هذا تقريبا نقدر نقوم من الساعة هنا صار 64 أو 65 برضو فهذا الاختلاف البسيط اللي موجد فيه لقيك منش لتوقع مدري ليش لكن هذا فيبيواري 2 هذا آخر بيت سويت ونسخة مثل ما نشوف 15 95 40 85 وننزل ونشوف النسخة هذي اللي سويت هاليوم فرح تكون هنا مثل ما نشوف سويت كذا مرة ثلاث مرات هنا موجدين فأعلى واحدة سويت ها تقريبا رح تكون هذه نقدر نقول 1059 مثل موجود وهنا في المالتيكور 4306 مقارن باللي هذي موجودة هنا في البيت الأول الثاني ما يعتبر ديك الدرجة فرق لكن هذا البيت الأول الثاني وهذا البيت الثاني لو يشوف هنا في المتل مثل ما نشوف هنا البيت الأول الثاني 96 98 ومثل ما نشوف هنا سويت تقريبا 3 إلى 4 مرات هنا على هاجة 93 مثل ما نشوف شوي كأرقام لكن كأستخدام ما جبت فرق أنا إلى الآن استخدم تقريبا حدود 10 ساعات ما حسن في فرق فلا تتوقع أنه في فرق كثير فهذا كل شي وهذا الأداة كل لحق الجهاز ننتظر قبل ما راح تسوي برضو هذه النسخة لأن هذه النسخة لآن مش كاملة وهذه النسخة توقع أنها راح تنزل مع على إبارات الغادم في الشهر القادم فما أن نهاية النسخة إلى الآن بعيدة عن A مثل ما نشوف في النهاية F فبعيدة عن A يبغي لها ثلاث نسخ أقل حاجة لحق ما تنزل للكل فالمتوقع لأسبوع القادم يمكن نسخة هنا في نصف مارش حساب ما تقولون مارس أو مارش نصف الشهر القادم راح تنزل الكل إن شاء الله ما يجي 15 مارش هنا إلا في مؤتمر قبل أو في آيباد جديد أو شيء جديد من قبل نزل هنا إن شاء الله وإذا ما نزل هنا نتمنى في آخر سبوع من مارش إن شاء الله يكون في جهاز جديد ينزل مع عادة النسخة ففي نهاية الفيديو تنسو اشتراك بالغناة واشتراك في حساب سنام شارع في ضفتكم وعمل لا تنسو نفضل دعاكم السلام عليكم